السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم. نهاردة هجاوبكم على سؤال مهم جدا. ليه حطى الغسالة في غرفة الاطفال? السؤال ده استألت كتير بعد الفيديو اللي انا عملته. اه زي الغسالة تتحط في غرفة الاطفال بالشكل ده? انا هقول لكم دلوقتي. دي الغسالة بتاعتي. تمام? اه اللي جي تلاتاشة كيلوف. تمام? طيب. الغسالة دي ما بتنظفش قوي. غالب لازم تضع في كمية المسحوق. لازم تحطي لها مسحوق زيادة علشان تنظف كويس. يعني لو جينا للغسالات الافضل هتبقى نص اوتوماتيك افضل من دي بكسير طبعا. انا مشغلها على البارد بس. ما بعملش برنامج سخنة لان غسيل ساعت بيكش من مية السخنة. اهو. اه في هنا مستوى اسمه غسيل عقلي. انا ببعد على المستوى ده تماما لانه بيخسلش خالص خالص يعني. بيطير عقلي اصلا. فعندي هنا غسيل زاكي وفي عندي حد التنظيف. ببعمل لها تنظيف كل تلت شهور. هنا المية بارد. وفي كل الاحوال بحط اشرة كيلو مية لان مثال غسيل عندي ما بغيرهش يعني. تمام? اه تمنتشر دقيقة دي اه غسيل لما اكون عارفة انه غسيل ندف مش محتاج وقت اطول. تمام? رقم تلاتة دي المفروض ان هي شطف انا مش محتاجة يكون اه يشتف تلت مرات هي مرة احدة كفاية. اه العصر مرة احدة كفاية. وخلاص كده البرنامج بتاعي. مبارة عن اربعة وخمسين دقيقة. تمام? انا عندي غسلتين. فانا اه جماعة اوريكم ازاي هي ناس قالتلي هي بتصرف المية ازاي? الناس قاعدة بتفكر هي المية راحة فين? بصوا. صراحة. الحنفة بتاعت اي. تمام? دي الحنفة بتاعي. انا مدريها بالملاية فهي مش راضحة خالص. تمام? طيب هقول لكم بقى. ده الصرف بتاحة. على البلقة على طول. اه انا كنت عامل لها كمان توصيلة عشان تبقى داخلها جوة البلقة. بس هي كده المية بتوجهها بتنزل عادي خالص ما فيش اي مشكلة. وده احسن لان انا من الناس اللي ما بحبش اجهزة كهربائية في الصالة. ما بحبش حتى لو مكان عندي واسع. ده مكانها الاساسي اهو في الطرقة. تمام? ده مكانها الاساسي. اه ده الصرف بتاح. انا ما بحبش اجهزة في الصالة. انا عندي غسلة نص اوتوماتيك. لما كنت محتاجها بجيبها في الجزء ده. وبغسل وبرجحها اشياء تجنبي اللي قلت لكم عليها ابريكت. تمام? انا بحب الغسلة في مكان متداري. عشان سابعة الغسيل يبقى جنبها. حمام زي ما انتو شايفين اهو ما فيش مكان للغسلة فيه. تمام? اهو. فانا ما بحبش انه انا احط دي في الصالة او تلاجة في الصالة او غسلة في الصالة. حتى لو هي انا عندي يعني الحمد لله الصالة عندي واسعة زي ما انتو شايفين كده اربعة اه متر في سبعة. لكن انا برضو ما بحبش احط فيها اي اجهزة يعني. خالص تمام? وده مكان الغسلة في الطرقة. وكانت فعلا هي هنا. وانا انا قلتها لانه ما حبيتش تبقى موجودة. تمام? اه انا عندي اطفال ممكن يرمي غسل جنبها فوقها. فما كانش شكلها يعني لطيف ولا في السبت. فما حطيتها جوة في غرفة الاطفال هي مدارية. وفي نفس الوقت انا البرنامج. اه في وقت والذي بيعاب فيه بيذكروا فيه فما مش محتاجة مش مسببها لي مشكلة. شايفيني مدارية ازاي والمكان بتاعها مداري مش مسبب لي اي عوائق بالعكس يعني عاملة زي مثلا اه نيش ركنها على جنب. فما مش مشكلة خالص خالص هنا مدارية جدا طبعا. بس او ده الموضوع بتاع الغسلة اللي سألتوني يعني وارب بكون جاوبتوكو اختناعتوا فكريتي انا اللي عملت الفكرة دي ومسراحة كنتم سألتا